تسأل تقول ما حكم هذا الدعاء اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض إلى آخر تقول بأن ناس قالوا لي بأنك لا تقولين يا حنان أختي إقبال بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منك بالنسبة لأسماء الله تعالى من القواعد المهمة في باب الأسماء والصفات التي لله عز وجل أن الأسماء توقيفية توقيفية ما معنى توقيفية يعني لا بد من أن يكون الاسم وارد في القرآن أو ثابت في صحيح السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك حقيقة اسم الحنان من الأسماء التي اختلف العلماء في إثباته لله عز وجل هل يثبت لله عز وجل اسم الحنان أم لا مسألة خلافية والسبب في الخلاف ما جاء طبعا في بعض الأحاديث التي ضعفها العلماء وبعضهم صحح الحديث خاصة وأنه مثل ما جاء في قول الله تعالى وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقية والحديث الواردة في هذا الباب محل خلاف ولذلك الاحتياط يا أخت الفاضلة أنك ما تقولين يا حنان ولكن المنان نعم فابت لله عز وجل المنان أما الحنان فمن الأسماء التي دار حولها نقاش وكلام عند أهل العلم فالاحتياط أن الإنسان ما يعني يدعو بهذا الاسم لماذا؟ لأن الحمد لله الأسماء الله عز وجل كثيرة يعني 99 اسما وردت في القرآن والسنة يا كريم يا لطيف يا عزيز يا حكيم يا غفور يا رحيم يا ودود مثلا وهكذا أسماء كثيرة فالاسم الذي هو محل خلاف وشك عند أهل العلم يجتنب بارك الله فيك